اهلا بكم يا برج القوس في القراءة العامة والقراءة العاطفية لشهر مارس هنعمل مع بعض اول حاجة قراءة عاطفية من خلالها هنشوف احوالك مع الشريك هنشوف كمان المنفصلين منكم والعزاب وفي نهاية القراءة هنشوف احوال العمل واحوالكم الصحية وكمان هناخد لكم نصائح من الملائكة فاتمنى ان القراءة دي تفيدكم ان شاء الله القراءة دي تنفع لبرج القوس شمسي قمري صعد وكمان فينوس الزهرة فلمنكم فينوس قمري او صعد قوس برضو القراءة دي تنفع لي فخلينا نبتدي مع بعض القراءة ونشوف خير باذن الله برج القوس شهر مارس طبعا بعتذر لو فيه صوت ضوضاء انا بالعادة بحب اعمل القراءة والشباك مفتوح علشان الطاقة تكون وصلة فبعتذر لو كانت ضوضاء ده بيضيقكم يعني فخلينا نبتدي خير باذن الله برج القوس شهر مارس تمام طاقتك يا برج القوس بشوف ان فيه قرارات كتير انت واخدها في الفترة دي على الصعيد العطفي وعلى الصعيد العمالي بشوف ان الشريك اخد اكشن معاك قوي يمكن فيه حاجة حصلت بينك وما بينه انتو الاتنين بتحبوا بعض وكل حاجة لكن هنبتدي زي ما قلنا بالصعيد العطفي فيه قرارات انت خدتها عاطفيا بعد خلافات مع الشريك والشريك شايف ان انت يعني حكمت عليه ويعني هو عارف ان انت بتحبه كل حاجة ولكن شايف ان انت خلاص في الوقت ده انت شخص عقلاني بتحكم عقلك ويعني خلاص عواطفك دي انت ركمها على الجنب هو شايف ان انت ركمت عواطفك على الجنب وبتديت ان انت تاخد قرارات مصيرية بالعقل بالعقل بس يمكن شريكك ده رومانسي عاطفي انت لأ بقت عقلاني في الفترة دي واي شيء مش بيعجبك بترميه وراء ظهرك وبتقطعه وانتهى الموضوع لكن ما بتتحملش خلاص ما بقاش عندك صبر ولا بقى عندك طاقة لأي شيء وخلاص ابتديت واحد زائد واحد بيساوي اتنين وبتاخد قرارات كده وخلاص يعني فهو عارف ان القرارات اللي انت بتاخدها دي قرارات نهائية اه بتحبه وشايفه توقع مروح لكن انت شايف انه خلاص انتو مش هينفع تكمله مع بعض فيعني خلي الحب على جنب المحبة محبة سواء احنا كنا مع بعض او لا لكن لما نيجي نحسبها بالعقل او بالورق او الالم مثلا ظروفنا مختلفة طبعنا مختلفة ففي عقبات كتير هتصعب ان احنا نكمل مع بعض فآه انا بحبك لكن خلاص ممكن يبقى في فرصة ما بيننا بعدين لما الظروف تتغير لكن دلوقتي ما ينفعش او انت مثلا عندك شروط عشان العلاقة دي تكمل وشروطك دي هو مش هيقدر يحقق هالك في الوقت ده فانت قلت له تمام انا بحبك بس لما تكون جاهز ومستعد خلينا ناخد خطوة القدام مع بعض لكن دلوقتي مش هينفع انت بتحبه لكن خلاص فهو شايف ان انت بطريقتك دي خلاص يعني حكمت عليه وان هو ضحية وان انت ضيعت وقته هو شايف كده وحاسس شوية بطاقة حزلان وحاسس ان هو ضحية يعني يجوز كمان للبعض منكم الموضوع ما بينكم وصل للقضاء او المحاكم ولسه الموضوع مثلا ما خلطش يعني لكتير منكم برضو على كل حال هو شايف انه الوضع اللي انتو فيه دلوقتي ده وضع غير عادل وانه ما ينفعش يبقى ده وضع علاقتكم دلوقتي والموضوع ده مضايق وقوي او مش موجود في اي حلاقة يعني حتى لو كان للبعض منكم دي علاقة ثلاثية هو حاليا من دلوقتي مش موجود في اي علاقة بس هو بينوي ان هو يخليها علاقة ثلاثية يعني بيفكر انه يرجع لحد من الماضي وانت بقى يتركك للمصير يعني هو مش عارف اللي ممكن يحصل قدام فهو نوية لحد ما يشوف ايه اللي هيحصل ما بينكم سواء طال الوقت او قل هو ما يعرفش يقعد بدون علاقة هو محتاج شخص يكون معاه دلوقتي في الفترة دي فانا بشوف ان هو بيفكر انه يكون موجود مع اي شخص حتى لو على سبيل التسلية هو محتاج حد جنبه فبشوف ان هو ناوي انه يدخل في علاقة سواء جديدة او مع حد من الماضي لحد ما يشوف هيمشي الامور معاه كزاي انا بشوف ان العلاقة ما بينكم واقفة في شروط كتير لازم تتحقق علشان العلاقة بتاعتكم تكمل الشروط دي انت عارفها ومستحيل انها تتحقق خلال الشهر ده فانا بشوف ان خلال الشهر ده العلاقة ما بينكم واقفة عفوا بشوف ان العلاقة ما بينكم واقفة خلال الشهر ده عفوا خليني اوضح اشوف ايه اللي هيحصل يعني او ايه اللي المفروض انت تعمله مش المفروض انك تعمل حاجة ركز على نفسك ركز على طقتك على شغلك ركز على القرارات اللي انت اخدتها اه وما تعملش اي حاجة اه انا بشوف انه ده بالنسبة للمرتبطين اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقتي اللي هما مرتبطين او منفصلين حديثا بالنسبة للمنفصلين بطلق ومنتظرين راجعة او المنفصلين من فترة طويلة وما يعرفوش حاجة عن شركهم بشوف انه هيكون فيه تواصل ما بينهم خلال الشهر ده وهتتكلم انت وشريكك كمان الاوذاب بشوف فيه عروض زواج خلال هذا الشهر فخليني اشوف ملائكة الحب هينصحوكم بايه احنا معانا برج الدلو برج الجادي العقرب القوس زيكم اه الميزان والجوزاء وطبعا الطاقات كلها موجودة هنا بيقول لك تراست الموقف ده بيدعوك هنا انت تكون اكثر ثقة واكثر رضا طيب بالنسبة لأحوالكم العملية بشوف فيه شيء انت منتظره بقالك كتير يمكن منتظر ترقية منتظر فلوس فيه هدف معين انت حطه في العمل بتاعك ومنتظر تحقيق هذا الهدف بشوف فين انت هتوصله ان شاء الله يمكن حاجة مثلا قدمت عليها اكتر من مرة وترافضت منتظر شيء يخص القضاء او تواصل مع شخص معين ان شاء الله لشيء اللي انت عايزه هيكون انت بزلت مجهود وعلى قد ما تعبت ربنا هيدي لك ان شاء الله صحيا في طاقة سحر بس ان شاء الله هتتشافى منها بكل سهولة يعني طلع معنا كمان برج الحمل لو ما كناش قلنا فخليني اخد لكم نصيحة من الانجل انسر واشوف هينصحوكم بايه الكارت ده طار بيقولك خد بالك من صحتك وده يؤكد ان انت عندك طاقة سحر حاول برضو تشتغل على شفاء الشاكرات اللي مش عارف ازاي يعمل توازن للشاكرات بتاعته في فيديو على قناتي التانية هتلاقوا الرابط في اول تعليق تقدروا ان انتو تزوروا الفيديو ده هيساعدكم ويفهمكم ازاي ان انتو تعملوا شفاء وتوازن للشاكرات بتاعتكم هنا بيقولك ياسا ان شاء الله كل اللي انت عايزه هيكون خليك ايجابي واستعمل قانون الجذب طيب اخد لكم برضو نصيحة من الفيرز نشوف هينصحوكم بايه يمكن في بعض ضيون القضيمة عندك محتاج ان انت تسددها لو انت نسيها او قصات او ايا كان حاول تسدد ضيونك ان شاء الله هيجي لك فلوس فادي الاولوية للموضوع ده اه كمان اللي منكم مش مهتمة اوي باكله او بوزنه محتاج شوية انت تتابع جسمك تشوف لو محتاج تخس تلعب رياضة تعمل ضايت ده مفيد لك جدا يعني حاول تركز على الموضوع ده اه في الفترة اللي الجاية يعني طيب قبل ما نقفل القراءة حط شخص في بالك وخلينا ناخد لك رسالة منه ونشوف هو عايز يقولك ايه بيقولك انا بفكر فيك وبفكر ان انا بعث لك رسالة ولو احنا بعاد عن بعض انا بفكر ان انا اجي لك يعني فاتمنى ان انت تقبل العرض اللي انا جايبه لك انا كمان بفكر فيك والمتخاطر معاك وبرائبك ده كان بالنسبة لكم يا برج قوس بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة وبتمنى لكم السعادة والحظ الموافق مع السلامة